يعمي الله يرحمهم وإحنا نحدق أو نتمشي على السيف كبرت وكبر معاي هالحب وتعرفت على رياضة اسمها الصيد بالفرد تحت الماء في هاد الرياضة نستخدم مسدس بحر ونقدس بمفس واحد بدون أي معدات تنفس إلى أعماق ممكن تتعدى ثلاثين متر ومدة ممكن تزيد عن ثلاث دقايق عشان نصيد بسمتشف واحد اسمي جمال الخنجي سافرت العالم لممارسة هذه الرياضة وأحب اليوم أني أخذكم معاي في وحدة من هذه الرحلات إلى جزيرة اسمها زنجبار واحدة من أجمل مناطق الصيد حول العالم بتكون معاي مجموعة من أمهر وأشهر صيادين في قطر وبنحاول مع بعض نصيد اسمتشف تعتبر من أصعب الأسماك على الإطلاق لدرجة نعم يسمونها سمكة الشيطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من قلب زنجبار الجزيرة التنزانية الساحرة بكون معاكم في رحلة مليئة بالمتعة والإثارة والتحدي ومعاي اثنين من أمهر الصيادين الكطريين محمد جاسم الكواري أحد المدراء التنفيذيين في أحدى شركات الاتصالات القطرية يعتبر محمد من أشهر الصيادين بالمسدس الآلي على مستوى العالم ومن أكثرهم خبرة على الإطلاق ناصر عبدالله المنائم من أشهر الشباب الكطريين اللي مارسوا هذه الهواية اشتهر ناصر بصيد سمشة الجنعد الصعبة لدرجة أن الكثير يعتبرونه أحسن من صادها بالمسدس الآلي في العالم من العاصمة ستون تاون كانت الانطلاقة في مغامرة تجمع بين الاستمتاع بجمال هذا البلد اللي يزخر بمقومات سياحية هائلة والتحدي اللي انتظرنا من خلال قضاء أيام عديدة في وسط البحر وفي عزلة تامة عن العالم والمخاطرة المتعلقة بوحدة من أخطر الرياضات على الإطلاق كل هذا في جنة من جنان المحيط الهندي زنجبار ستون تاون أو مدينة الصخور تقع على الساحل الغربي لجزيرة أنجوجة وهي عاصمة زنجبار اكتسبت اسمها من العديد من المباني الصخرية واللي تقع في الجزء القديم من المدينة واللي دارت حولها العديد من القصص والحكايات التجول في ستون تاون وشوارعها القديمة الضيقة الممزوجة بعبق التاريخ اللي يعود للقرون الوسطى خلانا ننسى هو بالأحرى نتناسى ضغط التحدي اللي جناله اسواق المدينة التقليدية تقدم لك صور إبداع أهلها في الصناعة التقليدية والتجارة وصور أخرى لإبداع الخالق في وهد ثروة سماكية مدهشة تمثل العنوان الأبرز للأطباق اللذيذة في هذه المدينة وبينها الشوارع القديمة وأزيد من ألف ومائة مبنى يعكس حضارة عربية وإسلامية عريقة وهو اللي جعل المدينة الصخرية تصنف على إنها إرث عالمي من قبل الأمم المتحدة إرث تتكلم عنها نتوءات أزيد من 200 باب منحوت من خشب المهوقني بأجمل نحوتات الخط العربي والإسلامي وهي اللي تعتبر فن قائم بحد ذاته هروب شمس ستون تاون يحكي آلاف القصص الجميلة اللي انرسمت على شواطئها الرملية النعمة ومسحتها مياه البحر الزرقة على مر التاريخ قصص المغامرين قصص التجار وقصص عشاق البحر تحضير المعدات قبل الانطلاق في رحلتنا يكون بدقة عالية في طريقنا للتحضير لهذا التحدي كان علينا الاستعانة بطاقة محترف من غطاسين وصيادين وتقنيين مختصين في هذه الرياضة ومن بينهم أريك ألارد واحد من أبرز الخبراء المتخصصين بالصيد في المحيط الهندي والجزر الموجودة فيه وجهتنا كانت مطعم الصخرة في الواقع وسط الصاحل الشرقي لجزيرة زنجبارو واحد من أبرز المعالم السياحية في المنطقة المطعم يقدم لعديد من المأكلات البحرية المميزة وتعتبر عملية الوصول له صعبة لأنه يعتمد على المد والجزر وفي حالة المد ما تقدر توصل له إلا بالسباحة أو بالقارب لقاءنا مع أريك كان إشارة البداية لهذه المغامرة والتحضير النفسي والذهني للتحدي شكرا للمشاهدة لفعل ذلك في لاثم الماء في لاثم الماء. دخلنا نطققنا في لاثم الماء. لدينا خروجة جميلة لدينا. لدينا شهر الجلس جيدا لذلك، لذلك يباك فالج طريقة كانت عيوني ديك. قمت بتسعيلة كلمة عن تشريف كلمات هذا الناس. وأمت Medium Tuna في هذا مكاني. ENشت عزيزة هناك العائلة في هذا الناس. فاتنا عدد عزيزة كلمات. لدينا عيون أيضا مميززة كلماتقة مقصرة الأولى . which I believe is still the biggest ever speared. Many people call this fish so many different names and then our show is called The Devilfish, searching for The Devilfish. What do you think is the recipe for success? To have success and get the bigger fish, you need to be prepared to dive to 30 meters, so you need to train and prepare for that. And then your gear is very important because it's one thing to shoot a dog tooth, a big one. It's probably the easiest part. ترجمة نانسي قنقر في المكان العالم ومع صعبتها على ربع صعبتها أنني جدًا بالشرف من العالمين سنرى وانه تنتهي بالكريم هذا الوحيد وكانت تلقق في وقت بمتالر بك ويقوم بترمي ومن ثم فقط جدًا ويقفتك في مكان ومتعطيك فرصايا بكي ترجمة نانسي نعم، فانتاستيك، نعم، نحن نتوقع بها نعم، نعم بين ضغط التحدي، اللي كان يقترب تدريجياً وجمال المنطقة كملنا طريقنا على الساحل الشرقي لزنجبار وجهتنا هالمرة كانت غابة جوزاني المتعة في زنجبار ما تقتصر فقط على البحر وروعته بل تتعدى إلى جمال وسحر محمياتها وجوزاني واحدة من هالمحميات وفي هذه المحمية يعيش قرد اسمه قرد الكولوبوس الأحمر الزنجباري حان وقت الجد، وبوادر التحدي المثير اقتربت بانطلاقنا في اتجاه جزيرة لثن، النقطة الرئيسية للمغامرتنا لما تبددي في مثل هذه الرحلات في أمور كثيرة لازم تفكر فيها وتحضرها، سواء قبل الانطلاق من الدوحة أو قبل الصعود للقارب دائماً ناخد معاننا ضعف معداتنا كإجراء احتياطي لأننا بنعيش في البحر بعيد عن كل شيء ونسيان أي شيء على بساطة ممكن يؤدي بالرحلة للفشل أول ما رجلك تلمس البحر تتحس بالدفء مسيم البحر العليل يداع بشرتك ولون البحر الأزرق يلامس مخيلتك ويبدأ السؤال اللي يتكرر كل مرة إيش اللي يخبيه لنا البحر بين أمواجه في هذه الرحلة موسيقى موسيقى كل قارب وله قوانين وكل قبطان هو سيد البحر اللي يمشي كلامه على الجميع عشان شديه أول ما ننزل المركب القطان يعطينا تعليماته وقوانينه اللي لازم نتبعها بحدافيرها وأهم شيء يعلمنا إياه إن الأمن والسلامة قبل كل شيء موسيقى 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 من جنوب جزيرة زنجبار نحتاج تقريبا 11 ساعة بالمركب الشراعي عشان نوصلها لا تلفون لا تلفزيون لا انترنت لا انستغرام ولا سناب شات احلى شي في الدنيا بعد وصولنا لوجهتنا وفي صباح يومنا الاول تحضيراتنا كانت على قدم وساق للغطس الاولى قبل الغطس لازم نتأكد من حالتنا البدنية وذهنية وحالة معداتنا نجرب ونختبر كل شي تجنبا لمفاجآت لير متوقعة فهذه الرياضة على قد ما هي ممتعة وعلى قد ما هي مثيرة الا انها محفوفة بالمخاطر اشتركوا في القناة وجود هذا المركب مهم جدا العملية لانه يقدر ينقلنا من نقطة غطس من نقطة اخرى في وقت قصير وممكن ايضا يساعدنا في حالة الحاجة القارب بشكل سريع بالاضافة الى ان النزول منه والصعود له سهل جدا بالنسبة للغطاس لما ننزل البحر من القارب ننزل على مسافة تبعد عدة مئات من الامتار من نقطة غطس التيار يحركنا في اتجاه النقطة المطلوبة بسرعة كبيرة نستخدم هذا الوقت القصير على السطح للتنفس وتشبيع جسمنا من الاكسجين استعدادا للغطسة واحدة من اهم القوانين في هذه الرياضة انك ما تقتص بروحك اهم طوق نجالك هو زميلك اللي تأمنى على حياتك وهذه كانت وظيفة الستر اللي كان زميلي في هذه الغطسة وهو غطاس وصياد متمرس واثب في قدراته بشكل كبير جدا سميلي سميلي وننتظر للسيجنال وننتظر للسيجنال. ثم نتحدث. سمكة اليلو فن تونة أو تونة الزعانة في الصفراء كانت متواجدة بكثرة في هذه الرحلة. وزنها الاسمتشا ممكن يزيد عن 200 كيلو وتعتبر من ألذ الأسماك على الأطلاق ويشتهر استخدامها في الأطباق اليابانية بكثرة. اشتركوا في القناة في بعض الأحيان نضطر للتضحية ببعض السمكة المسبية عشان نستخدمها كطعم لجذب السمكة الأكبر. وللأسف مرات هالسمكة تكون أكبر سمكة صدناها في اليوم وألذها على الأطلاق. نحن في وسط الغطسة واحد من فريق التصوير طلب من علي مساعدنا الظهريف أن يغني له إغنية حكونة متاتة المشهورة. لكن للأسف ما لحق يخلصها. أسف ما لحق يخلصها. أسف ما لحق. أسف ما لحق الدكتوث أنها تعتبر أقوى الأسماق في البحر بالنسبة لحجمها وأصعبها استياداً. وصيدها لسمكة في أول يوم كان مؤشر مهم بالنسبة لنا لأنه أكد لنا أن الهدف اللي جينا له ممكن يتحقق. وهذه بسمكة الشيطان اللي قلنا لكم عنها. بسمكة حلوة وبكبير روايد لكن جميلة. وطعمها لذيذ. آيس دوغي. كريبو لاثا. آيس دوغي. وبعد السويتش الأولى بلحظات يقدم لنا البحر هدية ثانية. واهو. أسماك الواهو. قريبة حق أسماك الشنعد. من أجمل الأسماك من ناحية الطعم والأكل. وتعتبر من أسماتي وظالية جداً. بسمكة حلوة. فيها يمكن فوق العشرين كيلو. استفتحنا فيها الحمد لله رب العالمين. هذا هو. مفتاح. 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 نعم. ناصر توفق بسمكة ثانية. صادها تقريباً على عمق العشرين متر. ومع أن هذه الاسمتشة وزنها أكثر من خمسين كيلو. إلا أن هامور بلعها كاملة بكل سهولة. بس الظاهر نطعمها مع جبن. سامتح. فأنتصر توفق بسمكة ثانية. ما هذا هو منual. لان يصدها الكبيرة. ومع أن الاسمتشه التي صادها ناصر كبيرة، إلا أننا كالنجايين حك سمتش أكبر بوايد، فهل يعني ترى أن الأيام الآية ستحقت طموحنا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في بعض الاحيان ممكن تسوي كل شيء بالشكل الصحيح لكن في البحر دائما يحصل اللي ممكن ما تتوقعه وما تتمنى وهذا هو اللي حصل عم حمد تقريبا حين ساعة اربع ونص العصر طبعا احسان وقت حق الصيد نزلت تقريبا على 19 متر يردني دوك توث حجم عجيب ثورت عليها تثويرها زي نكرت في الرأس خذت البوئي ونزلت وقعت حاول اطلعها فوق وبعدين يوم طلعت فوق لقيت انها رئير كلوها وصلوا فوق لين عندنا كلوها وروحوا الصيخ ما ينفتح بالشكل الصحيح الخيط ينقطع العقدة تنحل هذه الأشياء هي أسوأ كابوس ممكن يواجه الصياني كان يوم ممتع طويل أحداث كثيرة تشوفني سمت وايد طريقة غريبة وطبعا الدكتور ماقصر نتفهم كلهم ولا يبشي على الطرات ناصر ما شاء الله عليه يابد لنا واحد لفوق هني كم خمسين تقريبا كيلو وطبعا أنا اللي حد لها مايب شي اللي رأيير بعد ما قصره في اسمك اللي صدته كيلوها إن شاء الله أنا محمد محسودين أنا محمد محسودين ياب نقرع ياب نقرع على نفسنا بنتبخر كيلوها وحاد بين محمد وناصر خلى الاستري خاف شوي فقرر أنه ينتظر لأن يخلصون نقاشهم عشان يطوف واصل ونواصل تراجد الطيور بشكل مكثف في الجزيرة مهم جدا فهو يعطينا ثقة وإيمان بأن اختيار الوقت والمكان كان صحيح فحركة الطيور وكثافة نشاطها حول الجزيرة دليل على أن البحر في نشاط غير عادي ودليل آخر على أن نشاط الأسماك تحت البحر كثيف هذه الطيور التي تتميز بطريقة غطس مماثلة لطريقتنا بإمكانها أن تصل لعمقة يتجاوز العشرين متر تحت الماء بالإضافة لقدرتها على رأية الأسماك من علو كبير في السماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدأ الوقت دهمنا وصار من الضروري أن نغير استراتيجيتنا لصيدها الأسماك العنيدة اللي توضح أن صيدها أصعد مما توقعنا وصرنا مقتنعين أنه لازم نقتص أعمق إذا كنا بنحقق الهدف اللي جناله وهذا في حد ذاته مخاطرة كبيرة خبرة أرك الكبيرة أضافت الكثير لرحلتنا لأنه يمتلك تقنيات وأساليب مهمة ومميزة تسهل من مهمتنا لذي ما نفعل في هذه السماء لذا ما فعلت عن هذا المدق به ولعا أنا لا يحب في العلوان مع هل ومن تحريض أن there فعل هذا هو لذي الترجمة وهنا محل مختلف بالحل يتبعون a كثير من الفل هل مروح يتبعون في العرب وشي لا يمكنهم ان من الضروري وكان ما نشح فيها وكان نحي مرح ينشح لا يتبعون لذي وإن أن نريد and i'm looking for where those fish are sitting اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اوفر اليوم هل نشوف ومع المحاولات المتكررة والاسرار على تحقيق الهدف جاءت الفرصة اللي كنت انتظرها الفرص في هذه الرياضة قليلة واذا جاءتك لازم تستقلها وهذه بالنسبة لي كانت فرصة العمر اشتركوا في القناة يومنا كان متعد والجوع ذبحنا وكلو اللي شاغوا البال من الحين هو العشاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكلو اللي شرعي اشتركوا في القناة جانبا هاي اللي تشوفونا قدامكم هم خثاق احنا ما صدنا خثاق اليوم لكن شفنا بعض الصيادين المحليين وجاءوا خذوا مننا بعض السمج وبادلونا به الخثاق فحياكم معنا اجمل شعور انك تشارك الناس في صيدك ومن عوايدنا ان نرجع معظم الصيد لأهل المنطقة كنوع من الشكر لهم على استضافتهم لنا والسماح لنا بالصيد في بحر في افريقيا ما في شير والعطش مثل حليب جوزلند and cut اليوم الأخير نزلنا وكلنا أمل برقم جديد لكن عائلة من أشرس أسماك القرش قررت أن وقتنا في هالمكان انتهى أنا ومحمد قررنا أن الخيار الأسلم هو احترام صاحب الأرض لكن ناصر كان له راي ثاني موسيقى 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 اشتركوا في القناة بعد الجد والتعب والنجاح الرائع اللي حققناه فضل الله سبحانه وتعالى حان الوقت للراحة فرصة جديدة لاستمتاع باللي تقدم زنجبارة رائعة من مفاجآت الزوارة وجهتنا هالمرة كانت أقصى الشمال إلى قرية نونغوي وهي المعروفة بوجود أكثر من عشرين موقع رائع للغس إلى جانب شواطئها الجميلة تشتهر هذه القرية بصناعة القوارب الشرائية منذ أكثر من خمس قرون وتنفرد بمنارة رائعة بنتعرف من خلال زيارتها على السكان المحليين وأسلوب حياتهم وأغانيهم وبنسمع بكثرة الكلمة الاسواحلية المشهورة هكونا متاتا واللي تعني أن كل شيء على ما يرام فلا تقلق زيارة نونغوي ما تكمل بدون المرور على أحواف تربية السلاحف اللي تشتهر بهالمنطقة وهي اللي صارت اليوم مقصد للسياح والباحثين من مختلف أنحاء العالم للتعرف على طريقة تربيتها وطعامها فزنجبار اللي لقبت في وقت ما بجزيرة السلاحف تدرك أنها السلاحف تعتبر رمز من رموزها السياحية التاريخية والحفاظ عليها واجب وطني موسيقى حباري سليمان نزوري كاريبو اسانتي كيف تفضلت؟ ببا كرد ببا كرد ببا كرد شكرا جزوجل نترا ببا كرد كان مبارسة المعارفة فهي هو من الورقاني من الوري وقالا امشار هذا المدينة كان لديه مانا مجانا مبارسة البرنامج امتبعنا في المنزل وفي المدينة العامل ولقد انتظار هذا المنزل ما هو السامنة المسل بدأت такой hype في مقاومة، لها منصب كلما تنفي الصه لدينا العفلة اتنتقل على مكومد نحن مصرات الحل دين تارتبوا الزواج لتارتبوا من الموسيقى وتم جمع الأحانية من الناس سنوات بأيلاً اشترك توانتها يداد هذه الحلواج لدين تارتبوا زيني دين تارتبوا من قطعين وأيضاً في الزواج لدينا صنعات بهذا السميقات تكون uma chance في ثم انتمثوا من تارتبوا من سنوات تارتبوا من الناس، مرة الأحانية من دين تارتبوا في الزواج كم أصبحت ترطالين لدينا؟ نحن نحن بان 40 إلى 45 عشانين جنوان. وعندما توجدون أصبحت كثير من أصبحت ترطالين. نحن نعطيهم هنا بإمكانهم لنصبحت مباشرة أكبر ونمتغلهم عندما يكون هناك ثلاثة سنوات من حول أصبحت. سليمان، دعاً لكيداً لك في المساعدة على سبب، في تحقيق لكي ترطيل لنصبحتنا إلى ترطالين. ودعاً لكي تستطيعنا اليوم، كذلك لكي تتعرف. أنتم سمعت. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة